أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين بشكل رسمي بأن فنلندا تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الشمال الأطلسي معبرة عن فقاتها بأن البرلمان سيصادق على القرار خلال الأيام المقبلة توصلنا إلى قرار مهم بعد التنسيق بين الحكومة ورئيس البلاد نأمل أن يصادق البرلمان على قرارنا بالتقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو خلال الأيام المقبلة إذ سيكون طلبنا مبنيا على تفويد قوي حينئذ نحن على تواصل وثيق مع دول حلف الناتو ورئاسة الحلف وأود شكرهم على الدعم الذي حصلنا عليه حتى الآن صحيح أن الإجراء ما زال سيمر عبر البرلمان أولا لكننا على يقين من أن مجلس النواب سيناقش هذا القرار التاريخي بعزيمة ومسؤولية من جانبه أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنه واثق من إمكانية معالجة مخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف مشيرا إلى أن أقر حليف مهم تركيا حليف مهم لنا لقد عبرت عن مخاوفها وتتم حاليا مناقشة ذلك مع الأصدقاء والحلفاء وأنا على ثقة من أنه إذا قررت فنلندا والسويد السعي للحصول على عضوية حلف الناتو خلال الأيام المقبلة فسنكون على استعداد للترحيب بهم وإيجاد جميع الشروط اللازمة للتوصل للاتفاق هذا وقد أبدأ رئيس فنلندا استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث مسألة عضوية بلاده في الناتو وقال وزير الخارجية التركي مولوتشاوو شغلو إن بلاده تدعم سياسة الأبواب المفتوحة للحلف مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا بناءا مع نظيريه من فنلندا والسويد بشأن طلب الانضمام للحلف حيث طالب هيلسينكي وستوك هولم بضمانات أمنية وأضاف بأن بلاده لا تعارض توسع الحلف ولكنها تعارض ضم دول تدعم الإرهاب هذا وقد تجمع عشرات المتظاهرين السويديين في العاصمة ستوك هولم للتعبير عن معارضتهم لمخطط الحكومة الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي حيث يرى منظموه الاحتجاج بأن مهمة الحكومة الرئيسية تتمثل في الحفاظ على استقلالية البلاد وسلامتها وهو ما يتعارض مع قرار الانضمام إلى الناتو الذي قد يؤجج الوضع الحالي ترجمة نانسي قنقر شكرا